قتل رسام الكاريكاتير السويدي لارش فيليكس اثر حادث سير خطيرة وفق ما افدت به وسائل اغلام محلية وقال موقع افتن بوستن ان فيليكس وشرطيان كان يحرسانه لقوا مصرعهم حين اصطدمت سيارتهم بشاحنة على طريق بمدينة ماركارد السويدية وماتوا حرقا وعرف فيليكس برسومته المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والتي لقت استياء كبيرا لدى المسلمين في العالم وكان طوال الفترة الماضية يسير في حماية للشرطة منذ العام 2007